موسيقى ازايكم يا جماعة وخلاص كلها ايام وتنطلق بطولة كأس الامم الاوروبية 2021 اللي هي اصلا 2020 لانها كات مفروطة لعب السنة اللي فاتت ولكن طبعا دلوقتي الكل مستني بطولة اليورو وزي ما احنا عارفين او مش عارفين ان دي تاني نسخة تقام ب24 منتخب 2016 كانت 24 منتخب لكن قبل كده كانت بتقام ب16 منتخب فقط وزي ما احنا عارفين او مش عارفين ان اكتر منتخب واخد البطولة دي هم اتنين المانيا واسبانيا برصيد 3 بطولات وراهم فرنسا المرشح الاول للفوز السنة دي ببطولتين وطبعا فرنسا احد الكاس العالم 2018 وفرنسا وصلت نهاء اليورو 2016 دي بورتغال وخسرت 1-0 فهنشوف بقى فرنسا هتعمل ايه السنة دي فرنسا اللي عندها يعني منتخب طبعا 11 لعيب وعندهم كمان 11 لعيب بديل ليهم اقوى وعندهم كمان 11 بديل لعب ثالث يعني ثلاث تشكيلات اقوى من بعض بصراح ففرنسا طبعا هي المرشح الاول للقب واحنا النهاردة جايين نتكلم طبعا على المانيا وفرنسا اول منتخبين واول حلقة هنتكلم فيها عن منتخبات اليورو وزاي برضو ما احنا عارفين او الناس اللي مش عارفة ان البطولة السنة دي مش هتتلعب في دولة واحدة او في دولتين لا دي هتتلعب في 12 دولة في 12 مدينة لان الاتحاد الاوروبي بيحتفل بمرور 60 سنة على تأسيس البطولة وقالك بقى يا باشا ايه بدل ما نفرح دولة واحدة ولا اتنين نفرح ايه كل الدول الاوروبية فهتتلعب في 12 دولة وحوالي منهم 8 دول او 8 مدن هم اللي هيستقبلوا جماهير او هيدخلوا جماهير طبعا عشان اللي جارات الاحترازية والكورونا والكلام ده فيه تقريبا بس هم 3 او 4 مدن هم اللي مش هستقبلوا جماهير ونسب الجماهير هتتفوت من 25 ل 50% وبيتقال يعني ان بودابيست هتدخل 100% من ساعة الجماهير الله اعلا ما هنشوف ماتش النهائي وماتش نص النهائي هيتلعب على استاد ويمبلي في لندن في انجلترا ده كلام نهائي مفوش كلام وزي برضو ما احنا عارفين او مش عارفين الناس اللي مش عارفة طبعا 6 مجموعات هيتاخد منها اول وتاني كل مجموعة واحسن 4 توالد عشان يكملوا 16 منتخب في دول ال16 ويلعبوا خروج المغلوب انا قلت المجموعة الاقوعة الاطلاق المجموعة اللي فيها الستة اللي فيها البرتغال والمانيا وفرنسا والمجر فيه برضو مجموعة تانية يعني لطيفة لحد ما مجموعة انجلترا وكرواتيا هنشوف ايه لا يحصل زي ما قلت النهاردة هنبدأ نتكلم على اول منتخبين في البطولة وهو منتخب المانيا ومنتخب فرنسا بس قبل منتكلم في اي حاجة وابن ندخل في التفاصيل لو انتم ما اتفرج عليها اعمل سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس التنبيهات واتنسى دياف السوكة عن استجرام او متخلص الحلقة انزل تحت بص في كومنتات هتلاقي اللينك دوس عليه اعمل فولو وتفرج على حلقات دياف السوكة دلوقتي بايا باشا ركز معايا عشان هنتكلم على اول منتخبين بيشاركوا في بطولة يورو 2020 او 2021 تعال نبدأ مع منتخب المانيا اللي بيدربه يواكيم لوف وهي البطولة الاخيرة لي بعد ما الرجل بقاله فترة بيعك عك السنين مع المانيا برغم ان هما عندهم اسكواد قوي في كل الملاكز ولكن الرجل بيقدي مستوى سيء جدا وطبعا بطولة روسيا كاس في العالم 2018 اكبر دليل وخلاص دي اخر بطولة لي ولسه لابين ماتشويد دي مع دنمارك وتعادلوا واحد واحد وقدموا اداء سيء جدا ولسه عندهم تجربة تانية وتجربة اخيرة قدام لاتفيا يوم الاثنين قبل بطولة اليورو طيب ازاي الراجل لعب ماتش دي نمارك وايه الشكل او الشيب اللي بيلعب بي او المتوقع اللي هو يلعب بي زي ما لعب في ماتش دي نمارك وهو 3-4-3 او في الحالة الدفاعية 5-2-3 حراست المار مانوير تلاتة قدامه بيلعب بسولي طبعا او زولي طبعا مدافع باير ميونيخ بيلعب على شمال هوميلز على مينو كلوستر مان اللاعب ليبزيج اتنين وينج باكس ناحية الليمين جنتر وناحية الشمال جوسنس اتنين في نص ملعب كيميتش ونو هوس اللي سجي الهدف وثلاتة قدام مولر وسانيه وجانابري طبعا الماتش ده ما كانش فيه لا فيرنر ولا هاورتس ولا روديجير ولا جوندو جون ولا كل اللعيبة اللي لابت ماتش تشيلسي والسيتي اللي هو ما كان لسه طبعا يعني ايه بريحين ولسه ما بيعوش تدريبات او لسه يدوب باصلين يعني فالماتش ده تلعب بدون اي لعب من اللعبة اللي لسه لها دلوقتي واضح جدا في ماتش دنمارك انه هو كان عنده مشكلة كبيرة جدا في قلب الدفاع واللي الراجل مؤخرا بدأ يعالجها بنوع اللعب بتلاتة وراء ورغم كده برضو يعني ريكسنجي ضربهم كده بسروح حلو جدا لطيبان اولسن اللي حط الجون وواضح ان المانيا عندها مشكلة كبيرة جدا في عمق دفاعها وعندها بطئ كبير سواء بالنسبة للهوملز او كلسترمان او حتى كمان سوليفة اعتقد دي هتبقى نقطة ضعف كبيرة الراجل بيحاول يعوضها بتلاتة وراء ويكسافها عداف الدفاع ولكن واضح انها تبقى مشكلة يمكن منتخب المانيا ما قدمش ماتش كبير كعادة يعني ماتشاطه الفترة الاخيرة حتى كمان زي ما قلت في كاس العالم ولكن هنشوف مع اكتمال الصفوف عودة روديجير ويعني مفروض فيرنر يعني اللي هو عشيل الفرقة الله اعلم يعني مهمة جدا المفروض ان هو الراجل هيشتغل عليهم او هم دول فرس الرهان بالنسبة له في السنة دي اول فرس بالنسبة له اكيد توماس مولر توماس مولر اللي لعب السنة دي 42 ماتش مسجل 15 جون وعامل 24 أسست رقم خزعبالي بالنسبة طبعا لتوماس مولر وكمان عنده اكيد لدرويسانيه اللي يمكن الناس بتشوفوا ان هو مقدمش يعني موسم كير مع البايرن ولكن بصراحة ارقامه كويسة جدا الراجل اللعب 44 ماتش سجل 10 وصنع 12 مع البايرن طبعا كان اول موسم له مع البايرن بعد ما ساب السيتي وكمان فيه سيرجي جانابري طبعا لاعب بايرن ميونيخ واللي قد موسم برضو متوسط لعب 38 ماتش سجل 11 وصنع 7 تخيل الارقام دي كده وليعب موسم متوسط يعني ايه تخيله انا بقوله فده كده بالنسبة للثلاسة اللي لعب ماتش دينمارك كمان فيه نو هوس اللي سجل طبعا الهدف في ماتش دينمارك وهو لاعب مونش جلب بخ وعمل السنادي سيزن الى حد ما كويس الراجل بيلعب رقم 8 بوكس بوكس او بيلعب وينج لعب السنادي حوالي 43 ماتش سجل 8 وصنع 8 هنشوف طبعا جامبي كيمتش لعب رقم 6 من احسن اللعيبة في العالم لعيب رايق جدا لعيب قوي دفعيا عنده فيجن باسير لونج باس عنده مزبوطة اوفراته مزبوطة واعتقد انه هو يعني ايه رمانت المزان في الفرقة وهو اهم لعيب بيعتمد عليه واكيم لوف مع منتخب المانيا فيه لعبة تانية بردو نزل للشوت التاني ومتوقع انها تبقى اوراق ربحة على يعني مدار البطولة بعيدا طبعا عن العيبة اللي ما لعبتش بنتكلم على هوفمان بردو لعب مونش الجلب بخ اللي بردو بيلعب وينج وبيلعب بردو رقم 8 بوكس بوكس راجل اللعب السنادي 33 ماتش سجل 8 وصنع 13 رقم كويس واعتقد بردو انه هو هيبقى يعني ايه ورقة على الدكة هينزل بيها دايما الشوت التاني يوكيم لوف عندك بردو المهاجم فولند رقم 9 اللي بيلعب في موناكو واللي السنادي لعب 40 ماتش سجل 18 وصنع 8 اعتقد ده بردو اكيد من الاوراق الرابحة لو يعني اكيد فيرنر يعني بوزة دانيا وضيع فرص وكمان طبعا عنده اكيد اختيرات ورقة في الدفاع كتيرة جونتر ناحية الشمال عنده كمان بردو كوخ طبعا لعيب ليتز يونايتد عنده بصراحة سكواد جمد مع اللعيبة اللي انا قلتها ملعبتش اقولها التاني برضو كروس وعندك باشا روديجير عن موسم كبير جدا مع تشيلسي عندك هافرتس برضو نفس الكلامة عندك يعني فيرنر عندك جوندوغان فهنشوف شكل منتخب المانيا مع عودة اللعيبة دي هتعمل ايه منتخب المانيا عنده تيم قوي جدا اي نعم عنده مشاكل دفاعية ومطة في الدفاع ولكن ده ممكن يضغط عليه يستفاد من القيمة اللي فيها اللي بقى قوية جدا ولا نشوف المانيا بشكل سيء زي موندياليورس اللي فات اكيد بنتمنى ان شاء الله خصوصا ان يعني مجموعتها مجموعة الموت اكيد بنتمنى نشوف المانيا بتقدم يعني بطولة قوية وبتسعد كمان مع البرتغال وفرنسا ان شاء الله يبقى ثلاث فرق بيسعدوا من المجموعة دي او ثلاث منتخبات بيسعدوا من المجموعة دي نروح بقى للمرشح الاول للفوز ببطولة يورو 2020 او 2021 وهم الديوك السياح كل وباشا ومنتخب فرنسا وصيف البطولة الاخيرة يورو 2016 بطل كاس العالم 2018 واعتقد ان هو هيبقى بطل يورو 2021 منتخب نجوم العالم انت لو جيت قلتلي يا عادي هتلعب كيرمود بمنتخبات بتسألنش ازاي انا هجيب كل اللي عيبت فرنسا والعب بيها دول بصراحة مش نجوم فرنسا دول نجوم العالم ومنتخب قوي جدا منتخب مرعب كل مركز فيه لاعب واثنين وثلاثة فالله يكون فعون اي منتخب هيلاعب المنتخب ده وهيك اتنع سباب صراحة ان بنزيمة الراجل اللي غايب عن منتخب فرنسا من 2015 من ساعة ازمة بالبوينا والمشاكل اللي حصلت الراجل بيرجع ليه يورو 2021 عشان يكمل انفجار يعني قائمة منتخب فرنسا والاسامي المرعبة اللي فيها طبعا ديديد شامب هو مدرب منتخب فرنسا والراجل اللعب قدام ويلز ماتش ودي وكسب 3-0 وكانت التشكيلة كلقاتي لوريس حالس مرمى قدامه اربعة بوفرد ناحية اليمين البندفاع فران وكمبيمبي ناحية الشمال لوكاس هيرناندز تلاتة في نص الملعب توليسو قدامه بوكبا ورابيوت قدامه تلاتة جريزمان امبابي وبنزيمة اربعة تلاتة تلاتة واعتقد ان هي دي التشكيلة الاساسية باستثناء هيشيل توليسو ويحطه طبعا كانت اللي ملعبش الماتش عشان خاطر كان لسه مخلص دوري الابطال وتشكيلة نارية فيها كل حاجة وطبعا منتخب فرنسا عمل ماتش كبير جدا قدام ويلز اه اي نعم كان فيه طارد الويلز وبنزيمة يا جماعة ضيع ضرب الجزاء ولكن الجون التالت هو اللي استلم الكورة وحطاها في العرضة وكمل عليها ديمبلي اللي سبحان الله الجون كان فاضي حطها لو كان بيلعب مع برشلونة كان تواحى في السماء امبابي طبعا سجل الجون الاول من برضو كورة شاطها تقيم الرابيوت ردت من الحارس بسهولة جدا حطها في الجون الجون التاني جون حلو واوي من جريزمان حوالي تمام اللمسات بالكعب من امبابي جريزمان اخدها على شماله هب يا باشا ايه ارتوف البعيدة جون حلو واوي الجون التاني وزي ما قلت بنزيمة الراجل يعني عوال ماتش كبير كان فيه سوق حظ ده يضرب الجزاء جاب كرة في العرضة ولكن تحركاته كانت مهمة جدا التلاتة اللي قدام هيزعجوا اي خطة فاعل لا مركزية طبعا بنزيمة العيب بيسعج كتير بيفضي بقى لجريزمان او مبابي حد يخش مكانه التلاتة بيستمه كويس بين الخطوط فظاهر طبعا النص الملعب في زون 14 فيعمله ازعاج كبير جدا سرعات مبابي ومهارته جريزمان وبنزيمة اعتقد انهم سلاسي متكامل عندهم كل المويزات الهجومية اللي يحلم بيها اي مدرب في العالم وهم لسه كمان برضو عندهم تجربة اخيرة اللي عايز تفرج يوم التلاتة هلاو بولغاريا وهيبقى الماتش الاخير قبل طولة اليورو دلوقتي بقى تعالوا نتكلم كده على شوية ارقام ليها علاقة بلعيبة منتخب فرنسا وعملوا ايه السنة دي عندك يا باشا كاليا نمبابي الراجل اللعب 47 ماتش مسجل كام جون يا باشا مسجل 42 جون وعمل 11 أسست اللهو اكبر ده سفاح ده مش لعيب كورة هو السنة دي تاني اكتر لعيب مسجل اهداف بعد ليفندوفسكي واعتقد ان نمبابي طبعا هو فرس الرهان الاول بالنسبة لتشامب كمان عنده بقى كريب انزيمة اللي رجع وبردو السنة دي مقدم موسم استثنائي مع ريال مدريد الراجل اللعب 46 ماتش مسجل 30 جون وصنع 9 أهداف طبعا يعني ايه ابو براهيم الحكومة اعتقد ان يعني هو متعطش وبالو كتير منعبش مع المنتخب وهيبقى نقطة قوة كبيرة جدا لان هو اسلوب لعبه مناسب تماما لسلوب تشامب اللي هو يعني بتحرك كتير وبيروح وبيجي وبيخش وبيرجع وبيسقط ويستلم حوالي البوكس فعلا مهاجم زي مكتاب بيقول وحتى لو الحازم مفيش معاه في الماتش ده ولو انه برضو بصراحة كويس ان تشامب سابه يكمل حد اخر الماتش عكس طبعا سحب يعني كل لعبه اللي حواليه سواء بقى مبابي او جريزمان او حتى كمان سحب بوكبا هو سابه لحد اخر الماتش عشان ياخذ حاسية الماتشات ويتعاوب مع المنتخب ولكن اعتقد ان هو اللي هيبدأ اساسي على حساب بنيادر وعلى حساب كمان جيرو عندك كمان جريزمان اللي قدم موسم كويس جدا مع برشلونا لعب واحد وخمسين ماتش بسجل عشرين وصنع اتناشر فيعني عنده مسلس هجومي مرعب مسلس هجومي فتاك اي حد يوقف قدامه يلبس جوان فبصراحة الله يكون فعون يعني اي منتخب يلعب قدامهم والدكة بقى ديمبلي كومان بنيادر جيرو تورام لمار يعني انا بصراحة مش عارف ايه ده سنادي ما قداش جامد اول لكن طبعا الراجل برضو هيفضل مع منتخب فرنسا هتجي بص كده هتلاقي ان فيه اكتر من اللاعب يظهروا بشكل مختلف تماما مع منتخب فرنسا ابرزهم جريزمان وبوكبا ليه لان منظومة اللعب يعني بتفده بيلعب وسط كعوكام النجوم فبتخلي كل اللعب يطلق احسن ما عنده فهتلاقي دايما بوكبا وجريزمان بيطلقوا بشكل اللافت للنظر كده كده مع فرنسا عندك مبابي راجل بيلعب في باريس جام من جوم العالم فكده كده بيتقلق لكن فعلا جريزمان وبوكبا بيظهروا بشكل مختلف تماما مع فرنسا عن اي فرق اللعبوا فيها اكيد طبعا كانت كمان لما هيرجع ويلعب اساسي هيفرق جدا معهم في نص الملعب وهيبقى يعني كملت خلاص كده محدش يعرف يعدي منهم كمان برضو ويمكن رابيوت هو اللعيب اللي هيلعب تالد في نص الملعب مش توليسو توليسو قدم ماتش يعني متواضع شوية قدام ويلز ولكن رابيوت هو هيبقى اللعيب التالفي كمان برضو موساس سيسوكو بره عالدكة ويعني قلبين الدفاع اعتقد ان فران وكمبينبي هم اللي هيلعبه بشكل اساسي لان زي ما احنا عارفين الانجليز السنة دي كان وحش جدا الترفين بافرد ونحط تاني لوكاس هيرناندز وعنده مكان لوكاس هيرناندز طبعا لوكاس ديني الباكليفت بتاع ايفيرتن وفيه كمان اول مرة يلعب مع متخب فرنسا في الماتش بتاع ويلز العيب صغير وهو جوليه كوندي لاعب طبعا اشبلية الراجل جربه الشوت التاني مكان بافرد واعتقد ان هو هيبقى بديل لي لو احتاج والعيب برضو كويس جدا كورته حلوة بيدفع كويس بياجم كويس وفراته كويسة فهنشوف ده برضو مفجأة وجوهرة جديدة بيقدمها المتخب فرنسا اللي مليان لعيب عتولة صغيرين وكبر هنشوفها يعملوا ايه اعتقد ان يعني فرنسا يا ما شفنا بطولات ناس يعني كانوا مرشحين اواء اللي هما يكسبوها ولكن خرجوا من بدري هل فرنسا يعني هتبقى مرشحة الاولى وفعلا تاخد البطولة وتكمل ولا هتفاجئنا بدا متواضع انجلترا والبرتغال وبعد كده ان شاء الله هنتكلم على بلجيكا وايطاليا وكل كده حالة نتكلم على ابرز المنتخبات اللي موجودة وان شاء الله هنتفرج على بطولة قوية جدا هتبدأ يوم 11.6 وتخلص 11.7 ان شاء الله نستمتع كلنا لو انت ما تفرج عليها اما سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس التنبيهات واتنسى ديها في السوكة شوفكم الحلقة اللي جاية سلام